الآيباد برو الآن بحجم جديد 9.7 إنش وأيضا بمواصفات محسنة عن قبل هل هذا أفضل لوحي من أبل؟ تابعوني في المراجعة هذه السلام عليكم السنة الماضية أبل قدمت الآيباد برو لأول مرة وكان هذا منتج يعرف التوجه الجديد لشركة أبل مع الأجهزة اللوحية اللي صارت كثير من التليفونات تغني عنها نوعا ما فقالت أبل ليش ما نتوجه توجه جديد؟ نحول فيه الأجهزة اللوحية إلى شيء أقرب أنها تكون لبديل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة لذلك شفنا الآيباد برو وجهنا الآيباد برو معك سوارات جديدة من شركة أبل منها الكيبورد الرسمي للآيباد برو ومنها القلم الرصاص اللي كان صراحة استخدامه مذهل جدا خصوصا مع الرسامين بسالفة أنه يتعرف على الضغط وأيضا يتعرف على الميلان كانت تجربة جدا فريدة وأنا شفت رسامين فعليا يرسمون قدامي على الجهاز وكانت مبهر جدا بدرجة دقة شابه مع القلم الرصاص الحقيقي أثناء الرسم لكن حقيقة حجمه 12.9 أنش وهو أكبر آيباد قد سويته أبل إطلاقا كان شوي كبير على البعض البعض شاف منه أنه جهاز ممكن ينفع لناس عندهم مهن وحرفيات معينة أكثر من أنه جهاز لعامة الناس فقررت أبل أنها تقدم هذا الحجم الجديد اللي هو 9.7 أنش وبيني وبينكم الحجم من جد يفرق مع المستخدمين طيب الآيباد برو الجديد 9.7 أنش هل هو مجرد تغيير الحجم أو خيار أصغر فقط؟ طبعا لا وبنظلمه لو قلنا هذا الكلام كبداية فيه لون الروز جولد الجديد اللي موجود بيكون فقط لحجم 9.7 أنش نرجع للشاشة الشاشة مو فقط تغيير حجم الشاشة حصلت على خصائص جديدة بصراحة مهمة جدا الوايد كولر ديس بلي كبداية هذا بيخلي الشاشة تقدم ألوان طبيعية أكثر وحقيقية أكثر بنظر الشخص اللي يستخدم الجهاز لكن صراحة التغيير اللي أعجبني وأبهرني أكثر هو ترو تون ديس بلي التغيير هذا ببساطة يخلي الشاشة عن طريق حساسات تعرف الإضاءة اللي عندك في الغرفة وإيش نوعها إضاءة شمس إضاءة لمبة صفرة بيضة إلى آخره وتعدل لون الشاشة بناء عليها أنا بالأمانة لما سمعت عنها وشفتها في النت وكذا قلت يعني جاكلها شي سخيف يعني بس لما جيت فعليا ومسكت الجهاز الأول مرة وشغلتها قدامي أمبهرت فعلا فعلا يكون فيه فرق فعلا تحس أنك قاعد تقول كيف كنت أستخدم الشاشة بهذه اللوان من قبل عندنا تغيير مهم ثاني وهنا موجود وراء اللي هو الكاميرا الكاميرا هذه هي نفس الكاميرا اللي موجودة في السكس اس أفضل كاميرا الأبل حطتها في جهاز الآيباد وبالتالي هذا أفضل لوحي من أبل من ناحة الكاميرا 12 ميجابيكسل عنده نفس القدرات يصور 4K يقدم لك لايف فوتوز يعني شي رهيب تقدر تأخذ صور رهيبة جدا في هذا اللوحي أيضا أبل ما سحبتها مرة من الأمام وغيرت الكاميرا الأمامية هذه وصار عندنا هنا 5 ميجابيكسل وتقدر تستخدم شاشة الرتنة حكتك كفلاش مثل ما تقدر تسوي في الآيفون شي جميل الآن بالإضافة للتغيير في المواصفات اللي صار والحجم الجديد الآن تقدر تحصل على الآيباد برو بسعر 599 دولار أو تقريبا 2350 ريال سعودي وبالأمانة الآيباد برو كان شوي غالي أو نقول كثير غالي فهذا خيار جديد أفضل والحين الناس أكثر تقدر تجرب خصائص سلسلة البرو الجديدة بدون ما تدفع المبلغ الكبير اللي كنا ندفعه في الحجم الكبير سابقا فيه أشياء فعلا أبل لسه تقدر تشتغل عليها في الآيباد برو الجديد من ناحية تاني كم استخدم للغة العربية وأنا أعطيتهم هذه الملاحظة لما زرتهم هناك في مقررهم أنه لما أستخدم الكيبورد أنا أستخدم غالبا كيبورد العربي توزيع أحرف البي سي لأننا متعودين عليها فترة طويلة واللغة العربية أنا ما أدري إذا هي الوحيدة لكن اللي أعرفها هي الوحيدة اللي أحرفها التوزيع الصف السفلي مختلف في كيبورد البي سي عن كيبورد الماك فصحيح أني أقدر أحول أو أختار أربيك بي سي من داخل الجهاز ولما أستخدم الكيبورد على الشاشة يشتغل تمام لكن لو حاولت أستخدمه مع الكيبورد الخارجي ما يتغير توزيع الأحرف في الكيبورد الخارجي وحتى لو غيرت من الإعدادات يبقى يكتب بالتوزيع حق الماك ولا يغير إلى توزيع البي سي شيء ثاني أعتقد أن أبل ممكن تتحسن من ناحيته هو غلاء الأكسسوارات التي تأتي مع الجهاز يعني لما الواحد يشتري الجهاز وبعدين يأخذ القلم والكيبورد يطلع عليه حسبة غالية شوي فيليت مثلا لو أن أبل تقدر أنها تشتغل على موضوع الأسعار حق الأكسسوارات أكثر خلافا لذلك وخصوصا أتكلم عن القلم القلم شيء مبهر جدا وإذا شخص يشتغل في مجال الرسم أو يشتغل في مجال يحتاج في القلم راح يقدر فعلا قدعيش الآيباد رهيب بشكل عام خنقول أنك مستخدم عادي تستخدم اللوحي وودك مثلا أن يكون له مواصفات أكثر من ناحية الإنتاجية مثل توفر برامج الأوفيس عليه بشكل عام الآيباد رهيب كلوحي سريع يشتغل عليه ألعاب يشتغل عليه تصوير يشتغل عليه برامج إنتاجية راح يعطيك أداء رهيب مع كل شيء فالآيباد برو أقدر أقول باختصار شديد في مراجعتنا اليوم أنه أفضل جهاز لوحي متوفر حاليا لسه مصر كمبيوتر وله بديل الكمبيوتر لكن كلوحي مستحيل تلقى أفضل من كذا خصوصا مع مكتب التطبيقات الكبيرة اللي موجودة على الجهاز لذلك أعطيه في التقييم النهائي لموقع إلكتروني 9 من 10 يعطيكم العافية على المتابعة وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك وأشوفكم بإذن الله في فيديو قادم مع السلامة